السلام عليكم ده الجزء الاخير من المصحف بتاعنا معلش عملته على كذا جزء لان الموضوع كبير تفصيل وتطريز وكده وما حبيتش يعني ايه اطول عليكم الفيديوهات اه في الفيديو ده انا طبعا انت لو ترجع للفيديو اللي قبل اللي فات انا كنت اقصل الجزء اللي احنا هنعمله جوه للكوفر من الشيفون انا هغير ده خالص وعملته من نفس لون القماشة انا قلتلك الموضوع ده في الفيديو اللي فات ان الشيفون ما نفعش معي حاولت اجرب شكله وحش ونسل وما كانش حال فعملت من نفس لون الايه القماشة ونفس النوع زي ما انت شايفة انا كبرتها شوية بحيس ان انا قتنيها يبول اتنم مع بعض ما حطش قماشة تاني ودي انا قصتها انا قلتلك في الفيديو اللي فات مقاس القماشة بعد ما انا ما زودت اللي هي تلاتة سنتي ليه في النص ما بين الكوفر ده والكوفر ده لان انا قلتلك انا قصيته انا انت طبعا لو مش هتقصيه خلاص مش مش فرق بس لازم طبعا تاخد المقاسات بتاعتك مزبوطة هنا هحاول على قد ما اقدر ازبط الجنبين فوق حاول ازبط الجنبين فوق الكوفر بتاع المصحف بتاعي اللي انا عاملاه هتحطي طبعا الوش على الوش احنا اتفقنا على كده الخياطة الوش على الوش وانت بتخياطي على الضهر رجع كده للفيديوهات اللي فات يبقى حنحط الجنبين بتاعنا على الحرف بالزبط اللي احنا طبعا ناخدين مقاسات الخياطة لو تفتكري وتزبطيهم بدبوس والدخالي طبعا الستانة بتاعتنا اللي احنا حطينها لجوه اللي انتخياطة بتاعتنا احنا عايزينها جوه مش بر زي ما انت شايف بعد كده هتبتدي تحطي القماشة اللي احنا هنعملها بطانة فوقيهم بالوش برضو مش بالدهر لان خياطتنا بالدهر وتبتدي تسراج سراجة بسيطة وصغيرة عشان ما تبانش من وره ولو بنت من وره احنا هنحلها برضو هنعملها بغزرة بغرزة سراجة متدخلة تنين لون عشان تدريد ايه الخياطة شوية لكن لو انت عندك مكان يبقى تمام يبقى تاني احنا كده زبطنا الوش بتاع القماشة بتاعتنا تمام هتحطي الستان لقدام بعد كده هتحطي الجنب اللي احنا قصناه عشان ده اللي هتدخل فيه اللي هي بتاعت المصحف اللي هي الغلاف بتاع المصحف فانت هتحاولي على قد ما تقدر الجنب ده اللي انت هتزبطيه هتعمليه مجوز او لو انت عايزة مفرد وتحطي بطانة تحتيها قماشة تانية ماشا انا ما نفعتش معي الشفون ممكن تجربي قماش تاني هتحطي الجنب بتاعك لما تدخل السيتانه تمام كده هتزبطيه على حرف بتاعك بالزبط هتزبطي برضو الحرف التاني بدبوس تمام كده هتجيبي البطانة اللي احنا عملناها طبعا انت شفتينه انا بقصها في الشفون انا ما ردتش اقصها تاني هنا عشان ما زودش عليك هي نفس المقاس بتاع الكوفر بتاعنا بتاع الوش انت هتقصيه على نفس المقاس بالزبط لان احنا طبعا واخدين مسافات الخياطة بتاعتنا واخدين كل حاجة في اللي فاتت هتبتدي تخياطي بالراحة سراجة عادية وممكن تخياطي خياطة المكانة اللي هي الخياطة الغرزة الخلفية برضو لو انت ما عنديكش مكانة ومش ضامنة برضو ايه انت تتسراجي سراجة حالو شوفيه حاولي تزبطي على قد ما تقدر والستانة اللي احنا فاكر انت مش احنا حطين ستانة فضي وستانتين بمبي بتدخليها جوه ما تبباش على الحرف احنا عزينها جوه في قلب الايه الوش مش عالضهر هتخياطي جنب جنب وبالراحة ايه شوفتي انا بدخلها جوه ايه تحت البطانة اللي هي اللي احنا هنعملها بتاعت الجنب اللي هتدخلي فيه غطى المصحف هو الموضوع صعب شوية للي ما بيعرفش يفصل بس انا بحاول على قد ما اقدر اديكي التفاصيل بالراحة شوفي هنا لو تغضي بالك هاي الساتانة انا حطها ايه لجوه طبعا انا حقص زيادات عشان ما يدايقنيش في ايه في الخياطة انت بعد ما حتخياطي حتسيبي اه مسافة اللي هي ما بين الجنب والجنب اللي هي جوه عشان لما تيجي تقلبي يكون الجنبين متخياطين كويس تمام هخيط الجنب اللي هو اللي فاضل الجنب اللي فاضل ده هتلاقي فيه الجنبين اللي انت هتحط فيه cover اللي انت هتحط فيه غطى المصحف هتسيبي المسافة اللي هي في النص ما تكونش فيها خياطة على الجنب ده او على الجنب ده انت تركزي مع ايدي هتشوفيها كويس يعني هتبقى واضحالك اكتر احنا مش فيه جنبين احنا عملناهم هنحط فيهم الغطى بتاع المصحف بتاعنا وفيه حتة في النص هتبقى فاضية حتة الفاضية دي احنا مش هنخيطها لما نجي نخيط الغطى مع الجناب مع الظهر عشان هنقلب منها ايه القماشة عشان نجيب الوش بتاعنا لو اي سؤال اسأليني على ال على القناة وانا حاجة او على جروب اشغال يدوية هحط لك اللينك بتاعه برده كده خلاصة هوت هحاول اسبت الجزء ده على قد ما اقدر عشان لما اجي اقلب ما يفكش مني تمام كده هنسيب الحتة دي فاضية هنسيبها فاضية انا هرجع طبعا افك الخياطة دي عشان انا هي دي الحتة اللي هسيبها فاضية اهي انا فكتها وحتبتدي الخياطة من بداية الجنب التاني بصي اللي هو الجنب اللي انت هتحط فيه الغلاف بتاع المصحف اهو عشان نبقى مسبتها ومزبوط والحتة دي هينزينها فاضية عشان هليقلب منها الكوفر بتاعي عشان نيجي على الوش هنحاول بقى ايه نقص الاطراف زي ما انت شايفة كده عشان لما تيجي تقلبي اه تبقى البوز بتاع الكوفر بتاعك مزبوط معلش انا بسجل الصوت بعيد عن الشغل لان في ناس كتير قالت ان صوتي بعيد وواطف انا بسجل الصوت بعيد عن الشغل عزوروني في الحتة دي هتحطي بقى هتدخلي هتدخلي الكوفر بتاعك من جوه وتطلعيه من الفتحة اللي احنا فتحناها هتحاولي تطلعيه بالراحة خالص 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 وتزبطيها وبعد ما تطلعيه وتزبطيها هنعمل خياطة سراجة بالخيط التطريس بتاعنا وبعد كده هنحط عليها سراء لون تاني متداخل والحاجات اللي احنا سبناها في التطريس هنكملها وحوريكي هنحطه ازاي في المصحف وتابعي مع ايدي كويس وبالراحة انا طبعا عشان مخيطة بايدي طبعا انت ممكن تستخدمي قلم معاكي وانت بتطلعيها عشان تطلع بالراحة معاكي وتطلع بسهولة يعني ما تباش صعبة معاكي وانت طالع شوفي لما جينا قلبنا لو خدت بالك الستان اهول احنا حطينه طلع معانا عشان كده بقولك لما تيجد خياطي تدخليه جوه اضاف قلب الكوفر بتاعنا الوش بتاعه بحيس ان هو يبلك في الوش انا طبعا عشان خياطي خياطي سراجة مش حلوة قوي عشان برضو السرعة بتاعتنا عشان انجز بسرعة فحتلاقي الخياطة مش مزبوطة عشان كده انا قلتلك ان انا هعملها هزبط بقى الخياطة وحاول ان انا ادريها بغرزة السراجة المتدخلة اتنين لون وهزبط ايدي فيها كويس قوي وانا شغالة بحيس انها برضو تدينا شكل جمالي وشكل طبع التطريس بتاعنا وهعملها بنفس لون الخيط اللي انا عملتي به البرواز اللي انا حطيته حوالين القرآن الكريم واي سؤال واي استفسار انا معاك واحدة واحدة واتمنالك التوفيق ويكون مشروع كويس ليكي او تعمليه هدية لاصحابك في رمضان وكل سنة وحضرتك طيبة واسفة جدا جدا ان انا طويلت عليكي وعملت كذا جزء بس كان لازم عشان اعرف اشرح الكويس قوي لان لما باجي اركب الصوت ما بتركبش الغراء على عشر دقايق بس يعني هو لو الفيديو انا حطيته كله اكتر من عشر دقايق صوتي مش هيوضح لك الكلام يعني فتابعي مع ايدي الباقي وبالتوفيق ان شاء الله واشوفك على خير مع السلام اشتركوا في القناة 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 شكرا